موسيقى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة أخبار جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية أهلا بكم مشاهدينا أهلا بك نوها أهلا بكم مشاهدينا الكرام والبداية دائما مع أبرز العمل الرئيس الإيراني يؤكد أن الهجوم على إسرائيل حقق أهدفه ويحذر من أي عمل يستهدف مصالح بلاده موسيقى واجتماعنا طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم وبوريل يحذر من تداعية حرب إقليمية في الشرق الأوسط الأمم المتحدة تؤكد مواصلة إسرائيل فرد قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة موسيقى ونبدأ هذه نشرة من التوترات المتساعدة بين إسرائيل وإيران موسيقى الله أكبر الله أكبر موسيقى 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 لا موسيقى موسيقى قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الدعم الأعماء الذي تقدمه بعض دول الغرب لإسرائيل يوفر أرضية للتوتر بمنطقة الشرق الأوسط وضف رئيسي أن الهجوم على إسرائيل حقق أهدافه بنجاح مؤكدا أن تهران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان أن بلاده سترد على أي ضربات انتقامية إسرائيلية ردا على الهجوم الإيراني في الرابع عشر من إبريل وأضف عبداللهيان أن الرد الإيراني سيكون في ثواني وليس أيام لنفترض أن إسرائيل قبلت الرد الذي قمنا به باعتبارها طرفا يتصرف بعقلانية فإن إيران لن تتخذ أي إجراء في هذه الحالة ولكن إذا قررت إسرائيل اتخاذ ولو إجراءا بسيطا ضد أرضنا وضد الشعب الإيراني ومصالح إيران فإنها ستواجه بالتأكيد ردا حاسما وقاسيا وهذا الرد لن يستغرق 12 أو 13 يوما ولكنه سيكون في ثوان أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين أن أفعيل إيران تهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وأضفت يالين أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمواصلة عرقلة نشاط تهران المزعز على الاستقرار مشيرة إلى أن بواشنطن فردت عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بممارسات إيران ووكلائها منذ عام 2021 دعا وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس دول العالم إلى ضرورة إيقاف إيران عن أفعالها قبل فوات الأوان وأكد كاتس أنه بعث برسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة في العالم للمطالبة بفرد عقوبات على المشروع الصاروخي الإيراني فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنسة يولي أدشتاين أن إسرائيل عليها الرد على الهجوم الإيراني لمانعها من تكرار ذلك الهجوم مرة أخرى وأضاف أن تل أبيب تمكنت من الدفاع عن نفسها أمام الضربات الإيرانية الأخيرة لكنها لا يمكنها التظاهر بأنه لم يحدث شيء ذكرت وسائل أعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير قد يحدث وفق نطاق محدود أضاف المسؤولون الأمريكيون أن الرد الإسرائيلي المتوقع قد يحدث في أي وقت ممكن ومرجحين أن تشمل الدربات الإسرائيلية القوات الإيرانية ووكلائها خارج إيران أبلغ وزير ودفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن عن حتمية رد إسرائيل على إيران وعلى ضوء ذلك أكد جالانت أن إسرائيل في حالة تأهب واستعداد لمواجهة تهديدات إضافية تساؤلات وتكهنات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيرانية الذي جاء بالأساس رداً على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق رد فعلاً منتظر من قبل تل أبيب اتجاه طهران التي أطلقت وابلاً من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل في خطوة اعتبرتها تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها القومية واعتبرها حلفاؤها الغربيون زعزعة لاستقرار المنطقة وخرقاً لقواعد القانون الدولية بينما اعتبرتها طهران دفاعاً مشروعاً عن النفس التصريحات الوردة من تل أبيب تشي بأن رداً إسرائيلياً يتم أعداده لكن لا تعرف على وجه تحديد ماهيته ولا طبيعته أو حدوده أو ما إذا سيكون مواجهاً لإيران بشكل مباشر أو عن طريق استهداف مصالحها ووكلائها في المنطقة حكومة الحرب الإسرائيلية وبحسب صحيفة نيويورك تايمز صرحت بأنها تنظر في خيارات للرد على إيران تتراوح بين الدبلوماسية من خلال فرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية على طهران وبين ضربة عسكرية ربما تستهدف منشآت إيرانية دون إحداث ضرر بالغ يؤدي لمزيد من التصعيد في المنطقة تقارير إعلامية أخرى أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية رد إسرائيل على الهجوم الإيرانية بينما أكدت التقارير ذاتها أن أوستن أبلغ جالانت بضرورة تجنب مزيد من التصعيد ما يعني عدم رغبة واشنطن في رد عنيف من قبل تل أبيب تجاه طهران وبالرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة الرد الإسرائيلية إلى أن المواقف الإقليمية والدولية تدفع باتجاه التهدئة وترفض أي عمل من شأنه زيادة التصعيد في منطقة لا تحتاج مزيدا من صب الزيت على النهار أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي عن قلقه من أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية في إيران ودع جروسي إلى ضرورة ضبط النفس الشديد وموضحا أن طهران أغلقت منشآتها النووية يوم الأحد وذلك بسبب اعتبارات أمنية وأخرجت مفاتيش الوكالة من المنشآت ومؤكدا أنه من المقرر أن تستأنف أو تستأنف أنشطة الوكالة غدا أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إيران أبلغت الاتحاد بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها ودع بوريل جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس كما أشار إلى أنه لا أحد سيستفيد من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط خاصة سكان قطاع غزة يتي ذلك في حين يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا طارعا عبر تقنية الفيديو لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول أوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران أكد المسؤول الأوروبي أن الدول الأوروبية طلبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم القيام بأي عمل غير عقلاني ويؤدي للتصعيد في المنطقة كما أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه سيتم فرض عقوبات أوروبية على إيران هذا الأسبوع حثت وزارة الخارجية اليابانية حثت إيران على ممارسة ضبط النفس خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل طلبت وزيرة الخارجية اليابانية نظيرها الإيراني بضبط النفس وعدم التوجه وضمان سلامة الملاحة في مياه المنطقة أكد الرئيس الكوري جنوبي يون سوكيول على ضرورة أن يكون هناك رد وقائي على أي عوامل خطر نجم عن التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل أوضح رئيس الكوري جنوبي أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية ما يساهم بدوره في التأثير على اقتصاد كوريا الجنوبية وسلسلة التوريد الآن إلى آخر تطورات العضوان الأسرائيلي على قطع غزة هذه هي أشياء العضوان الأسرائيلي على قطاع الغزة للمساعدات الإنسانية لأهل غزة كل مولاد تصبعه، غلات تصبعه غازة تصبح جميلة تصبح جميلة تصبح جميلة تصبح جميلة تساعد الانسانية تصبح جميلة تصبح جميلة و ليس كل شيء فقط تصبح جميلة على الشخصات والمساعدة اعلنت الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال خمس مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح دحيتها 46 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 33843 شهيدا و76575 مصابا منذ 7 من اكتوبر استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين واصيب اخرون بجروح مختلفة في قصف الاحتلال المتواصل على انحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم 193 واقصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية مسجد شهداء الفخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع وعددا من المنازل المجاورة كما وصلت قوات الاحتلال قصفها على وسط القطاع واستهدفت مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي ما ادى الى وقوع خمس اصابات على الاقل واضرار كبيرة في الممتلكات وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة قالت المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان نارفين شامدساني ان اسرائيل تواصل فرد قيود غير قانونية على دخول المساعدات الانسانية وتوزيعها في قطاع غزة وخلال مؤتمر صحفي في جنيف اشارت المتحدثة باسم المفوضية الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ تدميرا واسع نطاق للبنية التحتية المدنية في القطاع قال برنامج الاغذية العالمية ان التغلب على المجاعة في قطاع غزة يحتاج الى وقف فوري لاطلاق النار ووصول الجهات العاملة في المجال الاغذي الى مناطق اوسع اكد برنامج الاغذية العالمية ان العديد من الردع والاطفال في شمال غزة استشهده بسبب الجفاف وسوء التغذية وذلك نتيجة لمنع القوات الاسرائيلية وصول فرق الاغذة اليهم الان معنا من قدس المحتلة رتيبا ناتشو عضو هيئة العمل الوطني والاهلي الفلسطيني سيدة رتيبة اهلا بك على شاشة القاهرة بعد مرور اكثر من نصف عام على هذه الحرب لا زالت كل جغرافيا غزة تقريبا تشهد الاشتباكات والقصف المتبادل بين الترفين ما الذي يقوله لنا هذا المعطا يعني اولا اصرار بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية على قطته منذ البداية باستمرار هذه الحرب حتى عام 2025 كما كان يخطط لها واتهداف كل المدن في قطاع غزة دون استثناء في محاولة تغيير الجغرافية الموجودة في قطاع غزة واعادة تقسيم قطاع غزة مرة اخرى والسيطرة عليه امنيا وعسكريا كل هذه المخططات التي لم يستطع حتى هذه اللحظة بعد مرور اكثر من 6 شهور بتحقيق اي هدف من اهدافه بن يمين نتنياهو يستمر في هذه الحرب حرب الاستنزاز التي استنزفت ليس فقط الطرف الفلسطينة وانما حتى يعني الداخل الاسرائيلي يشتعج نتيجة حرب الاستنزاز طويلة الامد ولكن يبدو ان بن يمين نتنياهو لديه اهداف غير معلنة للقضاء على الشعب الفلسطينة او لربما معلنة عندما يتحدث انه لا يريد في قطاع غزة اكثر من مليون فلسطين وهذا يطلب منه التخلص من مليون ونصف فلسطيني من القطاع طيب الان ونحن على الهواء تأتينا للعواجل لسيدة رتيب نتنياهو يقول ان القتال في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد اكبر تمثله ايران هل في هذا التصريح خلط للاوراق بين الجبهة المفتوحة في غزة والجبهة المزمع ان تفتح بين ايران واسرائيل هذا ما يحاول بن يمين نتنياهو فعله منذ البداية هو يحاول جرع المنطقة الى حرب اقليمية حاول اتهام ايران بانها وراء هجوم السابع من اكتوبر منذ بداية هذه الحرب في محاولة تصريح بان ما يحدث هو ليست مقاومة فلسطينية لشثار دم لأكثر من 17 عام لتطاع غزة او احتلال استمر لأكثر من 76 عام للاراضي الفلسطينية وانما هي ايدي ايرانية خفية تحاول ان تعبث في امن اسرائيل وامن المنطقة هذه الصورة التي حاول وضعها نتنياهو منذ البداية عدم تجاوب دول الجوار لهذه الالعيب تبعته الى استهداف السفارة الايرانية في دمشق بشكل مباشر جدا بعد استهدافه عدة اهداف متبقا في دمشق من بينها المطار الدولي وعدة اهداف اخرى في محاولة جرع المنطقة الى هذه الحرب الاسرائمية وتصوير ان ما حدث من هزيمة لاسرائيل في السابع من اكتوبر هو ليس نتيجة تخصيص حركة المقاومة الفلسطينية حماس وانما هي تخصيص اقليمي تقص من ورائه دول عظمى مثل ايران وغيرها طيب استاذ رتيبة قبل قليل ايضا المراسل العسكري لهاارتس ذكر انه لأول مرة منذ ستة اشهر يتم رفع العنوين الخاصة بغزة من وسائل الاعلام العالمية هل هذه نقطة ايضا تعمدتها اسرائيل لرفع الاهتمام عن غزة وسحب البصات ربما الاعلامية وهذه التغطية التي كان فيها الكثير من الزخم حول غزة يعني اأمل ان لا يكون هذا ضمن المخطط الاسرائيلي لاجتياح رفع في غتلة عن العالم والتهاء العالم في حرب مصطنعة اقليمية تحاول اسرائيل صناعتها لتخفيف من شدة الضغوطات الدولية والعزة الدولية التي باتت تعاني منها نتيجة الاوضاع الانسانية المتفاقنة في قطاع غزة نأمل ان يكون يعني الوضع الانساني على اولويات الامم المتحدة وان ترى دول العالم اولوية منع اسرائيل من اشتياح رفع والمأساة المترتبة على ذلك بغض النظر عن جهود اسرائيل صرف النظر عن هذه الجهود نحن نعلم ان الداخل الاسرائيلي وكان هناك نقاش حاد جدا في ترتيب الاولويات ما بين الرد على ايران ومبين اشتياح رفع وخلص كبنت الحرب الاسرائيلي بان الاولوية والاغلبية في اسرائيل ايضا بما فيها المعارضة فرى الاولوية الانتهاء من مسألة قطاع غزة اولا قبل فتح اي حرب اقليمية على ايران او غيرها وبالتالي اعتقد ان جزء من هذه التحكم الاعلامي الاسرائيلي في محاولة صرف النظر عن ما سيحدث في قطاع غزة قريبا طيب سيدة رتيبة اخيرا كل الانباء الواردة من الهيئات والمنظمات الاغاثية حول العالم تشتكي ربما من هذا التعنت الاسرائيلي تجاه الدفع بالمزيد من المساعدات الانسانية للقطاع لماذا لم تؤتي اي ربما ضغوط امريكية على اسرائيل لم تؤتي ثمارها حتى الان وتدفع اسرائيل للتخلي عن هذا التعنت حتى هذه اللحظة لا يوجد ضغوط امريكية على اسرائيل للتخلي عن اهدافها هي مجرد اتحدث عن الوضع الانساني او سازرتيبة نعم 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 حتى على مستوى الوضع الانساني يعني لو ارادت امريكا الولايات المتحدة الامريكية ان تفرض حالة من المراهنة على اسرائيل بفتح المعابر الانسانية والمعابر البرية لدخول المساعدات الانسانية لا استطاعت فرض ذلك بشكل افضل من ذلك ما زالت هي تنصح اسرائيل بفتح المعابر البرية ما زالت تنصح اسرائيل بزيادة المساعدات الانسانية وانتنا خسب ما يعني وضرت الينا من الاعلام العبري انه وزير الدفاع الاسرائيلي تحدث بان المرحلة القادمة تكون باغراء قطاع غزة بيئة المساعدات ويبدو انه هناك خصة يعني يحضرون لها جديدة لاعادة الانتشار ولإعادة المساعدات ولكن يريدوا ان يظهروا حتى المساعدات لانها ليس بهدف انسان وانه ايضا لتحفظ اهداف عسكرية وسياسية يسعون الها وبالتالي هناك منع العدد كبير من المؤسسات الدولية بالعمل حاليا ومنع عدد كبير حتى من الادوية من الدخول الى قطاع غزة خاصة في شمال قطاع غزة ويبدو ان المرحلة القادمة تستخدم لمقايدة اهداف سياسية والتغطية على اهداف سياسية مقابل ادخال هذه المساعدات الانسانية لا اعتقد ان هناك بغوط دولية حقيقية كافية باجبار اسرائيل على ازدام بالقواعد الدولية فيما يخص فتح الطرق البرية للمساعدات الانسانية الطارئة كما يثبت مثلا في الحق الروسية الاوكرانية فيتجبرت روسيا على فتح العديد من الطرق الامنة سواء لاجلاء النازحين او حتى لادخال المساعدات الانسانية بطرق مختلفة هذه الادوات لم تستخدم مع اسرائيل حتى لاحظة شكرا ضيفتنا من القدس المحتلة رتيبا ناتشا عضو هيئة العمل الوطني والاهلي الفلسطيني والان الى تطورات دخول المساعدات عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اشتركوا في القناة انطلقت المرحلة الثانية من القفلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في مصر محملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية للاشقاء الفلسطينيين تتضمن المرحلة الثانية اكثر من 126 شاحنة وتحمل اكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والاغاثية الطبية وتأتي تلك المساعدات في اطار الجهود المصرية للتخفيف من الحصارة الذي فرضه جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي هذه هي المرحلة الثانية من القفلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قافلة تحمل الكثير من المساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية مقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من انتهاكات وازمة انسانية وقصف مستمر برا وبحرا وجوا يعني حصار تفرضه اسرائيل على قطاع غزة هذه المرحلة تشمل اكثر من 126 قاطرة محملة باكثر من 2400 تن من المساعدات الانسانية والاغاثية والمواد العلاجية وايضا هناك بطاطين ومياه وكثير من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق بكثرة في تلك الاثناء طبعا هي جهود كثيرة ودور ريادي لمصر تقوم به منذ اللحظة الاولى لاندلاع هذه الحرب سلسلة متواصلة من الجهود والمباحثات والمساعدات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القضية الفلسطينية ايضا هذه القافلة يعني بمشاركة مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي لدعم الاشقاء في قطاع غزة وايضا هذه المساعدات تصهم بشكل كبير في تخفيف من حدة الحصار وتخفيف من الاعباء الحرب التي يعاني منها هذا يعني الشعب حوالي او اكثر من ستة اشهر بشكل متواصل وبشكل يعني ينتهك كل الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق اذا نحن بصدد هذه القافلة التي سوف تتحرك من طريق مصر اسماعلي الصحراوي متجهة الى العريش ثم الى رفح ومن ثم الى قطاع غزة هذا المشهد نشاهده بشكل متكرر لدولة المصرية من تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الفلسطيني تضامنا ودعما مع القضية الفلسطينية احنا النهاردة مشاركين تحت مظلة التحالف الوطني في المرحلة التانية في القفلة الستة المرحلة التانية في القفلة الستة فيها 126 تريلة بنك الطعام المصري بيشارك ب40 تريلة منهم المشاركة بقناة بنك الطعام 34 تريلة محملة ب1200 طرد موات غزائية وست تريلات محملين بدقيق ورز مشاركة بنك الطعام المصري بالسمرار بتكون وفقا الاحتياج الفعلي يعني بنك الطعام بيشوف ايه الاحتياج اللي موجود كمواد غزائية وبنشتغل عليها فيه احتياج كبير جدا للديق فيه احتياج للرز المواد الجافة دي اللي احنا بيبقى محملين بيها ايه التريلات الخاصة بالبنك احنا النهاردة في المرحلة التانية من القفلة الستة لدعم اشقائنا في غزة المرحلة التانية مكونة من 126 قاطرة محملة بمواد غزائية وطبية ومياه معدنية وملابس وبطاطين وخيام ومراتب حوالي 2064 طن مواد غزائية و185 طن مياه معدنية و64 طن مواد طبية و21 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب احنا كده النهاردة يعني اللي بنتكلم عن القفلة الستة فهي كان المحل الاولى كان حوالي اكتر من 4000 طن مساعدات باكتر من 260 قاطرة يعني حوالي اجمالي كده ما يقارب 400 قاطرة و6400 طن افاد مراسلنا بان عدد شاحنات المساعدات الاغذية التي دخلت الى قطاع غزة اليوم وحتى الان عبر معبر رفح وكرم ابو سالم بلغت 186 شاحنة وضاف مراسلنا ان 20 شاحنة دخلت قطاع غزة من معبر رفح وان 166 اخرى من معبر كرم ابو سالم حتى الان كما اشار الى دخول 4 شاحنات غاز من معبر رفح البري واستقبل المعبر 12 مصابا فلسطينيا و18 مرافقا وللمزيد ينضم الينا من معبر رفح مراسل القاهرة الاخبارية محمد جمال اهلا بك معنا محمد في هذه الجولة الاخبارية ولو تطلعنا عن اخر تفاصيل عبور الشاحنات والشاحنات المحملة بالمساعدات الى قطاع غزة نعم نهى على قدم الوساقى استمر العمل داخل معبرية رفح وكرم ابو سالم ما بين ادخال المساعدات الانسانية الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستقبال المصابين والمرافقين من سكان القطاع الى الاراضي المصرية كما توضح الصورة الان هذا عدد كبير من الشاحنات التي افرغت حمولتها داخل قطاع غزة وعادت مرة اخرى الى الاراضي المصرية في الوقت الذي تدخل فيه شاحنات اخرى محملة بمختلف السلع الاغاثية ما بين اغذية وادوية ووقود تدخل الى قطاع غزة في محاولات جدة من الدولة المصرية لاغاثة الاشقاء الفلسطينيين في تلك الحرب المستمرة منذ اكثر من ستة اشهر والتي خلفت حتى الان ما يزيد عن 34 الف شهيد وما يدنو من 76 الف مصاب اليوم منذ الصباح الباكر وحتى الان تم ارسال ما يزيد عن 186 شاحنة تحمل مختلف السلع الاغاثية واستقبل معبر رفح الحدودي 12 مصابا من الاشقاء الفلسطينيين الذين اصيبوا جراء هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على سكان القطاع رافقهم 18 مرافقا من دويهم هؤلاء المصابين قدمت لهم خدمات الاسعاف العاجلة بواسطة رجال هيئة الاسعاف المصرية وتم تشخيص حالاتهم وتم توجيههم الى المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء سواء على مستوى مستشفيات العريش او الشيخ زويد او بئر العبد على مستوى اخر هناك جهود مصرية حتيثة تعمل على ارسال اكبر قدر من المساعدات الانسانية الى سكان القطاع في الوقت الذي تبدل فيه اسرائيل كثير من الجهد لعرقل الدخول تلك المساعدات فيما يتابع المجتمع الدولي ما تقوم به مصر وحرص مصر على ارسال تلك المساعدات كان هناك تصريحات بالامس على لسان المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة قال ان الامم المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على المعابر البرية في ارسال المساعدات وان معبر رفح هناك اعتماد كبير عليه في ارسال تلك المساعدات وان الموقف الانساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا ويحتاج الى وقف فوري لاطلاق النار والمساهمة وادخال اكبر قدر من المساعدات الانسانية بشكل عاجل وان الامم المتحدة تدعم كل الدعم لتوزيع تلك المساعدات داخل سكان القطاع خاصة وان الوضع الصحي والغدائي شخصة في قطاع غزة وفقا للامم المتحدة بان سكان هذا القطاع يعانون الان مما يشبه ابادة جماعية ويعاني معظم سكان هذا القطاع من المجاعة على اي حال كما توضح الصورة هذه الشاحنات التي خرجت الان من معبر قرم ابو سالم بعدما افرغت حمولتها على مدار اليوم وكان هناك زيادة في عدد الشاحنات التي دخل خلال هذا الاسبوع خاصة وان هذا الاسبوع هو اجازة عيد الفطر المبارك لكن المعابر المصرية كانت تعمل على قدم وصاق ودون اجازة وساهمت الدولة المصرية بجهود لوجستية عديدة لضمان ارسال هذه المساعدات بشكل عاجل الا ان العرقالة كعادتها كانت تبذل من الجانب الاسرائيلي شكرا لك محمد جمال مرسل القاهرة الاخبارية كنت معنا من معبر رفع في معبرت الامم المتحدة عن قلقها البالغ اذا تصاعد موجات العونف في الضفة الغربية بتزامن مع الهجمات على قطع غزة وطلبت الامم المتحدة قوات الاحتلال الاسرائيلي بالتوقف الفوري عن مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة وقالت المنظمة الدولية ان على السلطات الاسرائيلية الحول دون وقوع المزيد من الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي خمسة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية ونفتت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات بعد اقتحام عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة عرابة جنوبي مدينة جينين ودهمت احياء عدة في البلدة وشنت حملة تفتيش بعدد من المنازل وافادت وسائل اعلام الفلسطينية بان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل كافيرت وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها وتدقيق في هويات راكبها والان الى تطورات الاوضاع في السودان اشتركوا في القناة طلبت منظمة يونيسا في التباع للامم المتحدة بالوقف الفوري لاطلاق النار في السودان عربت المنظمة في بيان لها عن بالغ قلقها على مستقبل الاطفال واوضاعهم في السودان مطالبة بسرعة ادخال المساعدات دون علاقيلة ذكرت المنظمة ان نحو اربعة ملايين طفل في السودان يعانون من سوء التغذية ومن بينهم سبعمائة وخمسون الفا يعانون سوء التغذية الحاد في وقت سابق احضرت المنظمة من ان التدمير شبه كامل البنية الاساسية في السودان حرم سبعة ملايين واربعمائة الف طفل من الحصول على مياه الشرب النظيفة اعلنت كندا تخصيص مساعدات تزيد قيمتها على 132 مليون دولار للسودان جنوب السودان وافريقيا الوسطى واتشاد واثيوبيا جاء ذلك على لسان وزير التنمية الدولية احمد حسين خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للمساعدات الدولية في باريس ويشمل المبلغ والذي خصصته كندا لتمويل المساعدات الانسانية والمساعدات الانمائية والاحتياجات العاجلة في السودان والبلدان المجاورة المتأثرة في افريقيا الوسطى واتشاد واثيوبيا وجنوب السودان قالت سفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا جرينفيلد ان الوقت قدحان للاطراف المتحاربة في السودان الى انهاء ذلك الصراع والذي وصفته بانه لا معنى له اكدت جرينفيلد ان واشنطن ستواصل والضغط من اجل السلام في السودان وستعمل من اجل مستقبل حر وديموقراطي للشعب السوداني الان الى اخر التطورات في اوكرانيا سلامة اوكراني رفض الكريملين دعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لعقد هدنة في الصراعات الدولية خلال دورة الالعاب الولمبية والمقرر عقدها في العصمة باريس واكد الكريملين ان اوكرانيا قد تستغل تلك الدعوة كفرصة لاعادة تجميع صفوفها مرة اخرى يتي هذا فيما رحب الكريملين بموقف بكين المتوازن بشأن حل الازمة الاوكرانية مضيفا ان موسكو لم تسجل اي تغييرات في موقف كييف الرافض للمفاوضات مع روسيا اشتركوا في القناة اعلنت القوات الجوية الاوكرانية تدمير تسع طائرات مسيارة روسية بواسطة مجموعات اطلاق النار المتنقلة اوضحت القوات الجوية الاوكرانية ان المسايرات الروسية كانت تستهدف مناطق هرسون وميكولييف وخيميلينسكي وبلتافا وتشيركازي ودينيبرو بيترو فاسك اعلن رئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون ان المجلس سيصوت هذا الاسبوع على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لاوكرانيا والاسرائيل يتي ذلك بعد اشهر من الخلافات السياسية بين ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية واوضح جونسون في منشور له ان التمويل يهدف الى تعزيز حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتمرير اجراءات اضافية لمواجهة الخصوم وتعزيز الامن القومي اكد الرئيس الصيني شي جينج بينج ان العلاقات التي تربط بلاده والمانيا يجب تطويرها من منظور استراتيجي طويل الامد وخلال لقائه المستشار الالماني ولافتشولت في العاصمة بيكين شدد الرئيس الصيني على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في مجالات مثل تغير المناخ وتطوير الطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار وبحث وتطوير التكنولوجيا الابتكارية واشار الى ان على دول العالم جميعها بدل جهود اكبر لمواجهة التحديات العديدة المرتبطة بتلقى القضايا اكدت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ان الولايات المتحدة تتعاون مع شركائها في مجلس الامن لمحاسبة كوريا الشمالية على استخدامها الاصلحة النووية وتهديدها للاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتهمت جرينفيلد روسيا والصين باستخدام موقعهما داخل مجلس الامن لحماية بيونج يانج من المساءلة القانونية الولايات المتحدة تواصلوا العمل مع شركائها في مجلس الامن الدولي لمحاسبة اولئك الذين يهددون نظام منع الانتشار النووي ويزعزعون استقرار المنطقة ولكن روسيا والصين يواصلان استخدام مواقعهما داخل مجلس الامن لحماية كوريا الشمالية من المساءلة ومؤخرا لمنع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة من التعرف على برنامج الاسلحة غير القانونية لبيونج يانج اعلن قطاع البحث والانقاذ بسلطانة عمان ارتفاع عدد الوفيات الى 18 شخصا جراء سوء الاحوال الجوية جاء ذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية لادارة الحالات الطريقة انه تم العثور على شخصين من المفقدين الاربعة وجار البحث عن الاثنين الاخرين اندلع حريق داخل بورسة كوبنهاجن القديمة والذي يعد احد المباني الاكثر شهرة في العصمة دنماركية ما ادى الى تضرور المبنى دون وقوع اي اصابات وطلبت قوات الشرطة من المواطنين تجنب الاكتراب من المنطقة اللامحيطة لحين انتهاء من عمليات الاطفاق اشتركوا في القناة ارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الاول من العام الجاري لتصل الى 9 مليار و 610 مليون دولار مقابل 9 مليار و 120 مليون دولار للربع المماثل من العام الماضي ووفقا لبيانات رسمية تتصدر مواد البناء القطاعات التصديرية بقيمة مليار و 958 مليون دولار ثم الصناعات الغذائية والمنتجات الكيميائية والاسمدة والحصلات الزراعية والسلع الهندسية والالكترونية تضعفت ديون اسرائيل الى المثلين خلال العام الماضي جرأ العدواني على غزة وقالت وزارة المالية الاسرائيلية ان الديون بلغت 160 مليار شكل بما يعادل 43 مليار دولار في عام 2023 من بينها 81 مليار شكل منذ اندلاع الحرب في اكتوبر اقتردت الحكومة نحو 116 مليار شكل العام الماضي مقابل 63 مليار شكل في عام 2022 باكمله اشتركوا في القناة اعتفعت اسعار الذهب مقتربة من مستوى قياسي اذ عززت المخاوف اذا اتصاعد التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا امنا يتحرك الذهب فوق 2387 دولارا للأوقية بعد ان سجل اعلى مستوى للاطلاق فوق 2431 دولارا بنهاية الاسبوع الماضي وتجاوزت العقود الامريكية الاجلة للذهب 2403 دولارا للأوقية ارتفعت اسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الاوسط يتحرك خام برانت اللقياسي فوق 90 دولار للبرميل وتتأثر اسواق الخام كذلك باستهداف اوكرانيا ثالث اكبر مصفال النفط في روسيا بطائرة مسيرة بوقت سابق من الشهر الجاري وتشير البيانات الى ان نحو 14% منطقة التكرير في روسيا توقفت لسبب الهجمات اشتركوا في القناة ورياضيا يستضيف برشلونة منافسه باريس سان جرمان الليلة في اياب ربع نهائي دور ابطال اوروبا كان فريق المدرب هرناندز قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف الهدفين في ملعب حديقة الامراء في العاصمة الفرنسية باريس وسيغيب عن برشلونة مدافعه اندرياس كريستنستين والذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب على الجانب الآخر عاد المغربي الشرف حكيمي لقائمة سان جرمان استعدادا للمباراة بعد غيابه عن مباراة الذهاب وستتجه الانظار الى نجم سان جرمان كليوم بي والذي يعول عليه الفريق للفوز والتأهل لنصف النهائي والجدير بالذكر ان انبابي سجل ثلاثة اهداف في اخر زيارة له لبارشلونة عام 2021 وفي مباراة اخرى باياب ربع نهائي دور الابطال لاستضيف بروسيا دورتوموند الالماني منافسه اتلاكو مدريد الاسباني ويسعى الفريق الالماني الى تخطي الهزيمة بها دفعين مقابل هدف في مباراة الذهاب وسيغيب عن دورتوموند هدفه سباستيان هيلور بسبب الاصابة فيما قد يشارك جادون سانشو في المباراة اساسيا في المقابل يسعى فريق المدرب ديجو سيميوني للاستفادة من الفوز ذهاب لبلوغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2016 2017 وفاز اتلاكو في ثلاثة وخسر في اثنتين من اخر خمس مواجهات جامعته بدورتوموند في دور الابطال اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين الاماراتي وضيفها الهلال السعودية في ذهاب قبل نهاء دوري ابطال اسيا وجاء التأجيل بسبب سوء الاحوال الجوية بالامارات حاليا من المقرر ان يعلن الاتحاد الاسيوي عن الموعد الجديد للمباراة خلال الساعات القادمة انتهت اخبار الرياضة والان نعود مرة اخرى للتطورات في قطاع غزة حيث اصدرت صحيفة نيويوركي تايمز تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتجنب استخدام عبارة الاراضي المحتلة عند وصف الاراضي الفلسطينية وفقا لنسخة من تقريرها وحسب ما اكد الموقع فان الصحيفة طلبت من المراسليين عدم استخدام كلمة فلسطين الا في حالات نادرة جدا والابتعاد عن مصطلح مخيمات اللاجئين لوصف مناطق غزة التي استوطنها الفلسطينيون النازحون تاريخيا ذلك رغم ان الامم المتحدة تعترف بهذه المناطق كمخيمات للاجئين وتقوي مئات الالاف من اللاجئين المسجلين الان معنا من رمالة محمد الحام رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين استاذ محمد اهلا بك على شاشة القاهرة الى اي مدى تعتبر هذه الاجراءات المتخذة من يورك تايمز تعتبر محاولة ممنهجة لمحو التاريخ ومحو الحقائق بالطبع نعم تحياتي لك وللجمهور الكريم بالتأكيد هناك حالة من الاستخاف مع جرائم الاحتلال من العديد من وسائل الاعلام من المناصات التي تدور في فلك كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتأكيد هذه الصحف والعديد من الصحف غير الموضوعية وغير المهنية مما يتغنونها بالحالة المهنية وبالشفافية وبالحيادية ولكن لا يطبقون ذلك على الشرق هي فقط محاولة للتفوق من خلال تفضير بعض المفاهيم الديمقراطية الليبرالية وكل هذه المفاهيم حتى المؤسسات الأممية ما هي الا تعبير عن وجه استعمار آخر لهذا الغرب في محاولة لخلق حالة ثقافية للتفوق الغربي على الشرق وبالتالي هذه التعليمات من هذه الصحف بالإضافة إلى ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي السوشال ميديا من حظر وحجب واستهداف للمحتوى الفلسطيني والمحتوى العربي بينما لا تعمل ذلك بالمطلق باتجاه التحريض والعنف والدعوة للقتل التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على المنصات لا وجود اتفاقيات حتى شبه رسمية ما بين هذه المنصات وما بين بعض منظومات حكومة الاحتلال الإسرائيلي أستاذ محمد هل حضرتك بتعتقد أن هذه الإجراءات ربما قد تعمم على بعض وسائل الإعلام الغربية الأخرى وهل سبق تاريخيا أن شهد العالم هذه الحالة من التغييب أو التزييف المتعمد لتاريخ قضية ما كما يحدث مع القضية الفلسطينية نعم أتفق معك تماما هناك تورط هذا لا يقل خطورة عن جند الاحتلال الذي يطلق النار على الأطفال والطائرة التي تطلق السواريخ على المنازل وتستهدف كل شيء في أهلنا وشعبنا في خطع غزة وفي الطفل الغربية نحن نتحدث عن نحو 133 شهيد وشهيدة في الحالة الصحفية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة نتحدث عن نحو 100 معتقل الصحفي من الضفة الغربية وقطع غزة منذ 7 أكتوبر نتحدث عن جرائم وإبادة جماعية بشكل عام للشعب الفلسطيني ولم تستثني أحد حتى الصحفيين أو كوادر العمل الطبي ولجان الإغاثة الصحية والطبية والإنسانية هي فقط إبادة جماعية هي حالة من الفاشية في هذا الجانب نعم الإعلام المحابي هو متورط تماما وقضية انكشاف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال اليوم السوشال ميديا برغم من كل ممارساتها القنعية تجاه المحتوى الفلسطيني لأن الرسالة حلقت اليوم لا يحتاج شب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في باريس عمره 25 سنة لأن يسمع من سوكس نيوز أو السي أن أن بعد أن يتم منتاج ومكياج للخبر عبر المذيع أو عبر المخرج اليوم الضحية تنشر بشكل مباشر عبر السوشال ميديا حقيقة ما يجري على الأرض وبالتالي لن تفلح المؤسسات الإعلامية التقليدية مغمى حادث هذا الاحتلال ومغمى انحاذت لدى المجرم وانحاذت لهذه الجرائم أن تستطيع أن تخفي الحقيقة أو أن توقف توسع دائرة الإثنان للشعب الفلسطيني في العالم طيب أصزة محمد نيويورك تايمز واحدة من أعرق ربما الصحف في الولايات المتحدة والعالم هل لتمويل الصحيفة دخل بشكل أو بآخر بهذه الإجراءات ربما غير المسبوقة في تاريخ حريات الإعلام في العالم وبالطبع في الغرب يتغنون بحورية الإعلام بشكل دائم ومتواصل نعم نقطة مهمة جدا أثرتها حضرتك فيما يتعلق بقضية لمن هذه الصحف يعني كل ما ندرك بأن أكبر مجموعة وأكبر إمبراطورية إعلامية بالغرب هي تتبع لإمبراطورية موردوخ شخصية يهودية مسيطرة على الحالة الإعلامية في بريطانيا والمتحدة وفي ألمانيا وحتى في روسيا حتى اليوم أيضا هناك سيطرة وبالتالي هذا المال هو مال سياسي ولم يصخر لخلق حالة من النفاها أو رفع منسوب الشفافية والرأي والرأي الآخر بالضبط اللي بصير هو استثمار سياسي واقتصادي في الإعلام من خلال تملك هذه وسائل الإعلام بهذا الحجم لكي تخدم الخط السياسي لأصحاب رأس المال وتماما هذه الصحاب تخضع لتوجيهات من الممول وهذا يثير في ركب التجارة وليس في ركب المهنية بمعناها المجرد ومعناها التقليد الكلاسيكي حيثما يجب أن تكون الإعلام بقمة المزاهة والحيادية والمساواة والشفافية ولكن ما يحدث بالمطلق لا هؤلاء تماما استثمروا بالمال في هذا الاتجاه وللأسف حتى في العالم العربي تم الاستثمار في الإعلام بالمال الضخم ولكن للمنازعات الداخلية والمناكفات الداخلية العربية العربية وليس لتسخيره لصالح الحالة العربية القومية نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من رمالة محمد اللحام رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى هنا مشاهدين تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعنوين الرئيس الإيراني يؤكد أن الهجوم على إسرائيل حقق أهدافه ويحذر من أي عمل يستهدف مصالح بلدي اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبية اليوم وبوريل يحذر من تعداعيات حرب إقليمية في الشرق الأوسط والأمم المتحدة تؤكد مواصلة إسرائيل فرد قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة وصلنا لختام نشر مشاهدين ودائما تابعونا على شاشة القاهرة الإخبارية ليصلكم كل جديد شكرا لكم مشاهدينا شكرا لك داريا شكرا نوها شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلتقي في نشرات إخبارية جديدة على رأس كل ساعة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة